بالنسبة لكبار السن أشياء اللي ممكن تصاحب فرط الحركة وتشدد الانتباه هو طبعا أنه ممكن أن يعانوا في العمل وممكن يعانوا في علاقاتهم مع أهلهم عائلتهم زوجاتهم أطفالهم بسبب اندفاعيتهم بسبب عدم تفكيرهم وأيضا إذا لم يشخص هذا الشخص من الطفولة فممكن أيضا يترتب عليه خبرات سيئة فبالتالي يصبح إنسان معادي للمجتمع بسبب ردود فعل الآخرين اتجاه فرط الحركة أو تشدد الانتباه لديه اشتركوا في القناة